ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الدخيرة الحية وهذه المرة الثانية التي يزور فيها قائد الجيش الجزائري منطقة تندوف على الحدود مع المغرب حيث حضر التمارين العسكرية مرتدي نازيه الرسمي وصرح بأن القوات المسلحة الجزائرية جهيزة لكي تحمي أراضيها وشعبها من مصادر التهديد وتواجه كافة التحديات مهما كانت طبيعتها ورغم الاضطراب الداخلي الذي تشهده الجزائر مع توالي تفكك ألوية النظام العسكري باعتقالها لجنرالات وقيادات سابقة في المخابرات الخارجية والداخلية أصر شنقريحة على حضور المناورات على الحدود مع المغرب كما عاين تمارين تتعلق بالتحضير القتالي قال إنها تخدم مصلحة الجزائر العليا ووحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها وأضاف شنقريحة من تيندوف على الحدود مع المغرب إن كافة المخططات المعادية والمناورات الخسيسة ستفشل اليوم وغدا مشددا خلال تفقده الوحدات القتالية وهياك للقوات المسلحة الجزائرية في تيندوف بولاية بشار على أن تأمين كافة حدودنا الوطنية قد تحقق وفقا لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحدافيرها على أرض الواقع ويأتي تلوح قائد الجيش الجزائري بالحرب بعدما تلقى تجبهة البوليساريو الانفصالية ودعيمها بالمنطقة ضربات دبلوماسية موجعة من خلال نجاح الجيش المغربي في تحرير معبر القرقارات وتلقيه إشادة دولية واسعة ثم بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وأيضا بعد المؤتمر الدولي الوازن الذي نضمته واشنطن والريباط لدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب